وينضم معنا لام جدة مراسل الإخبارية عبدالله الخرجي أهلا بك عبدالله كيف تبدو جدة حاليا خاصة مع أول يوم من أيام شهر رمضان المبارك في البداية مساء الخير عليك بدر ومساء الخير على مشاهدي قناة الإخبارية بالفعل بدر الجراءات الاحترازية التي تستمر في مدينة جدة للأعمال التي تكون داخل مرحلة منع التجول هذه الأعمال التي تقدم على كافة الجهات من قطاعات حكومية وخاصة شهدنا أيضا استمرار هذه الإجراءات الاحترازية استمرار هذه الجهود استمرار تقديم الخدمات ابتداء من وزارة الداخلية التي نشرت النقاط التفتيشية على مدار الساعة لتطبيق قرار منع التجول ويضا التأكد من توفر الحركة الموررية بشكل سليم وتدفقها بشكل سليم وأيضا تطبيق الإجراءات الاحترازية من خلال متابعة التصاريح التي تكون مخصصة للمخول لهم بالخروج في وقت منع التجول أيضا بدلا تحدثنا عن القطاعات الحكومية التي تعمل في وزارة التجارة التي قدمت مبادرات جيدة من خلال انطلاقة شهر رمضان المبارك بتدفق السلع داخل المراكز التجارية وأيضا توفر هذه السلع داخل المراكز وأيضا وضع الشروط الاحترازية لمراكز التجارية من خلال وضع كاميرات حرارية وأيضا ضبط عملية الأسعار داخل المراكز التجارية الجديد أيضا بالذكر بدلا لو تحدثنا عن أمانة مدينة جدة والخدمات المقدمة من خلال الفرق الرقابية التي استمرت على مدار اليوم لمراقبة الأعمال والخدمات داخل مرحلة منع التجول وأيضا توفر هذه الخدمات شهدنا وجود قطاعات معينة للأمانة لمراقبة الأعمال التطهير أيضا ومراقبة المساكن وأماكن بيع التجزئة وأيضا الصيدليات وعملها على مدار الساعة لتكون هناك تقديم خدمة مميزة لسكان مدينة جدة للكلام أيضا عن الجراءات التي طبقت أيضا من وزارة التجارة خلال فترة شهر رمضان المبارك شهدنا ازدياد العداد في المراكز التجارية للتسوق من خلال شهر رمضان المبارك وكيف وضعت هناك آليات لتوفر السلع الغذائية داخل هذه المراكز وضبط الأسعار داخل هذه المراكز هذه أبرز المشاهدات التي شهدناها مدينة جدة شكرا جزيلا عبدالله الخارجي كنت معنا من جنة